السلام عليكم الكاميرا هذه اسمها FUGIFIM X-E4 قلت على قبلها تشاهدون عنها عامين FUGIFIM X-E3 هذا النوع من الكاميرات تعتبر كاميرات كومباكت لكن تقدر تنحيلها العدسة وتعود وترجعها لها و لو كانت ترى ممليح هذه الكاميرا في البوضية تشبه هذه الكاميرا X100V التي تستطيع عليها فيديو والتي لا تنحي العدسة لها ثم الناس التي تشري كاميرا كما هذه مدى بها تقعد كومباكت يجب عليها عدسة كبيرة يجب عليها عدسة صغيرة و العدسة اليومة التي تتعلم ستتعلم الكاميرا على خطرها صغيرة وخفيفة و العدسة الصغيرة في FUGIFIM كائنة كثيرة مثل هذه 23mm F2 35mm F2 27mm Mark 1 و Mark 2 وهذه العدسة اليومة ليست في FUGIFIM وهذه الشركة اسمها TT Artisan وعلى بل يبلي كاميرا كما تعرفونها كما هذه الشركة 7 Artisan يخدمون غير العدسة الياداوية لكن لأول مرة TT Artisan استعملوا Autofocus Lens و استعملها في 27mm العقوبة 7 Artisan سأعطيكم فرس أمبريشن على هذه العدسة حبطت الغابة تجربتها قليلا كما تجربت الحشاوس و شجور كما تجربت الحشاوس كما تجربت الحشاوس حاجة الأولى التي أعجبتني هي Sharpness تغلقها قليلا في FUGIFIM 2.8 لا يشارب كثيرا و المشكلة أخرى هو Dark Corners كثيرا كان كثيرا في FUGIFIM 2.8 ولكن غير تغلق قليلا فتحت العدسة أحتزها والContrast عدسة العدسة أعجبني فيما يخص الـ Build Quality نورمال لديك Aperature Ring يكليكي لا تتعرف أين رأيك الدور لديك القطر من الفلتر 39 ميليمات صغير و ماذا كان شيئا غريبا في هذه العدسة عمري لم أشتغل في عدسة أخرى لا يجب أن تبحر البوشن على خطر فهذا البوشن كان USB-C و يقوم بعمل والذي أحب الأستيتيك هذا العدسة أو تحشبه تيتانيوم ماذا يخرج الكثيرا كاميرا لدي كاميرا كاميرا لكن هذا العدسة لا يجب أن نتعرف أكثر دعونا نتحدث عن الـ Auto Focus الـ Auto Focus في التصوير الفوتوغرافي بل مليح كما هو في الفيديو لا يجبني هو ليس كذلك يحكم الـ Auto Focus في الفيديو نعم كما نقول نعم تدفل الـ Auto Focus أو يستطيع تركيز عليك أو على الخلفية كما فهمت كما هو الرعاشة و دخلت إلى المعنى و بدلت هذه الـ Sensitivity و速 أتذكر أني في المرحي بـ 27 ميليمات تيتانيوم في الفيديو نقرب لكم و ما رأيكم أنا مركبه في الفيديو XT4 و نقوم بعمل تجربة product على كل حال فيها ما يعتبره في الانتقال على التركيز ما شيء سالس هذا صحيح ما نقوله في الفيديو نعم ما تطول قليلا لكي يبقى الوجهي أصبرونا نخرج ما رأيكم ما رأيكم ما رأيكم في التعليقات ما رأيكم في الـ Autofocus على كل حال مربعة على الـ Autofocus و يتبع في عيني و كان عندي Atomos Ninja نريكورد لكم ما صح ما عنديش المهمة كاملة و المهمة كاملة سومو أو يدر ١٥٤٠ و ١٤٠ أورو في الـ AliExpress ما أقوله ثلاث ملايين في الثلاث ملايين ماذا تجربة؟ تقدر تجربة ٢٧ مليمات المارك وان أنا كان عندي بعته ٢٣ نقولكم لماذا بعته مثلا لو كانت عندي في جيفيم XO4 بلوتوفوكي الشباب ما رأيكم ما رأيكم خاصة إذا كان لديه ملاحة على هذا تعطيتي هذا المارك وانا أقوله ما تلقاه هم ٣٠٠٠ لكن تلقاه هم ٣٠٠٠ مستعمل كما تفهموا وكما الماركتينين لم يشتوش في الجزائر ما أختيار يقول لكم أنا أتبالي لماذا يشري عدسة كما هذا ١٧ مليمات كي يفعل ٢٣ فوتوغرافي كي يفعل و هذا في التصوير الفوتوغرافي نورمال ملاحة نصراحكم نفضل التعفيجي فيهم خاصة الماركتينين وكي يقوموا بشأنه ورقوا بشأنه وقالت هذا ما فهنا ليس في الهاتف الماركوان لا يمكن أن تلقى عن ما فهنا ما فهنا هذا الأطوار الأيام وكما تروني تتاقرون التواصل تفعل الآفاء اسف جيدا